السلام عليكم وأهلا وسهلا بدرس جديد من دروس تعلم اللغة الهولندية درسنا السابق تحدثنا عن المستقبل ولكن باستخدام فعل المساعد خان في عنا أيضا فعل مساعد آخر نستخدمه وهذا الفعل المساعد يدل على المستقبل اللي هو زلن زلن أيضا تجي بمعنى سوفا باللغة الهولندية ولكن نستخدمه في حال أنا بدي أقرر قرار لحظي أو ما يكون عندي خطة مسبقة لفعل شيء ما بالمستقبل ورح نأخذ أمثلا إن شاء الله وبآخر الدرس رح أمطيكم الفرق بينه وبين الخان بشكل بسيط بداية لازم نحن نعرف كيف نصرف فعل الزلن مع جميع الظمار الشخصية الإك ياخذ زل إك زل يعني أنا سوفا ييزلت يعني أنت سوفا هاي زل هو سوفا زي زل هي سوفا هت زل هو سوفا ولكن لغير العاقل ذي زلن نحن سوفا يلي زل أنتم سوفا وزي زل هم سوفا إك زل ييزلت هاي زل زي زل هت زل ذي زل يلي زل وزي زل طيب نحن نعرف أنه بعد الفعل المساعد لازم يجي الفعل بصغة المصدر في حال بدي أقول أنا سوفا أأكل فإيش أقول إك زل ايت إذا بدي أقول أنت سوفا تأكل إيش أقول ييزلت ايت أنت سوفا تأكل هاي زل ايت يعني هو سوفا يأكل هت زل ايت هو سوفا يأكل لغير العاقل زي زل ايت هي سوفا تأكل ذي زل ايت نحن سوفا نأكل يلي زل ايت أنتم سوفا تأكلون وزي زل ايت هم سوفا يأكلون طيب حلو معناها دائما أنا أضع بعد الفعل المساعد هذا لازم أضع الفعل بصغة المصدر وصغة المصدر أرجع أكرر هو الفعل المنتهي بان مثل ايت رايزن لوبن وما شابه وأثناء بدي أدخل هذا الفعل بداخل الجملة فكيف بدي أكون تكوين الجملة يا شباب بداية أبدأ بالفعل بعدين أضع فعل الزلم طبعا أضع فعل الزلم مصرف وفقا للفعل مثل ما اتفقنا من شوي وبعدها أضع كلمة تدل على الزمان ظرف الزمان وبعدها أضع بقية الجملة وبالأخير أحط الفعل بصغة المصدر فاعل زلم زمان بقية الجملة وبالأخير المصدر مثال على هذا الشيء في حال بدي أقول أنا سوف أذهب إلى المدرسة من الذي سوف يذهب أنا فأقول إك وعندي سوف مستقبل فراح أستخدم كلمة زل إك زل أنا سوف إلى المدرسة هي بقية الجملة نارس خول وأخر شيء أضع الفعل بصغة المصدر خان اكزل نارس خول خان أنا سوف أذهب إلى المدرسة طب كيف بدي أقول هو سوف يشتري بيتا هو سوف يشتري بيتا بداية هاي الجملة مستقبل يعني ما الآن عميصير وإنما رح يصير بزمان المستقبل فمن الذي يشتري هو الفعل أبدأ ب هاي هاي زل فعل مساعد ان هاوس بيت طبعا وضعت ان هاوس ليش؟ لأنه البيت نكرة أنا أقول هو سوف يشتري بيتا أقول هاي زل ان هاوس وآخر شيء أضع الفعل بصغة المصدر فعل الشراء كوبا هاي زل ان هاوس كوبا هو سوف يشتري بيتا طب كيف بدي أقول هي سوف تطبخ مساء من الذي سوف يطبخ هي فأقول زاي بعدين سوف زل بعدين مساء هو الزمان فأقول فنآفند وآخر شيء أضع الفعل كوكن زاي زل فنآفند كوكن هي سوف تطبخ مساء طيب بدي أقول هم سوف يأكلون في المطبخ بيش أقول زاي زلن هم سوف إن دي كاوكن في المطبخ وآخر شيء أضع الفعل ايت زاي زلن إن دي كاوكن ايت هم سوف يأكلون في المطبخ طيب بدي أقول هو سوف يمارس الرياضة غدا فعل ممارسة الرياضة هو سبورتن فإذا بدي أقول هو سوف ايش أقول هايزل بعدين غدا ضرف الزمان فايش أقول مورخ هايزل مورخ بعدين بدي أضع الفعل بسيقة المصدر سبورتن هايزل مورخ سبورت هو سوف يمارس الرياضة غدا طيب إذا بدي أقول هو سوف يعمل مع أحمد من الذي سوف يعمل هو فأقول هاي بعدها زل هايزل بعدين مع أحمد كلمة معه هي مت صح وإذا بدي أقول مع أحمد إيش أقول مت أحمد وآخر شي أضع فيركن هايزل مت أحمد فيركن هو سوف يعمل مع أحمد طيب إذا بدي أقول هي ستتصل بصديقتها هي سوف تتصل بصديقتها من الذي سيتصل يا شباب زاي أقول زاي بعدين زال زي زال هي سوف صديقتها الصديقة هي فرندن ولكن إذا بدي أقول صديقتها إيش أقول هار فرندن ملكية صديقتها هار فرندن وآخر شي أضع كلمة التي تصل هي بيلن هايزل هار فرندن بيلن هي سوف تتصل بصديقتها طيب هو سوف يشاهد فيلما إيش أقول هايزل نار هو سوف يشاهد فيلما طيب إذا بدي أقول هو سوف يزور أبويه أيضا هو هاي بعدين سوف زال أبويه يا شباب هو زين زين آودرس الآودرس هما الأبوين ولكن وقلت زين آودرس يعني صار أبويه لإله وبالأخير أضع الفعل بزوكن هايزل زين آودرس بزوكن هما سوف يزور أبويه طيب إذا بدي أقول هو سيحضر الأطفال فإيش أقول هايزل هو سوف سيحضر هايزل هو سيحضر الأطفال هذا بشكل عام شلون نكون الجملة بصغة المستقبل طيب الآن عن يخطر ببالكم سؤال طيب إيش الفرق مثلا بين و شوفوا الخان في حال أنت كان عندك خطة مسبقة فتستخدم الخان كفعل مساعد فأنا إذا مثلا مشتري تذكرة وبدأ أسافر على إسبانيا فإيش أقول إك خا نار إسبانيا رايزن الخا يستخدم كفعل مساعد للمستقبل إذا كان هناك موجود خطة معينة بالمستقبل أما أنا قاعد وقررت أني أسافر يعني قرار آني ولحظي فيش أقول إكزل نار إسبانيا رايزن أنا سوف أسافر إلى إسبانيا طبعا الفرق بسيط ولكن بكل بساطة الفرق مثل ما حكينا الخا في حال بدك تحكي عن شيء مخطط له بالمستقبل أما الزلن إذا كانت بدك تحكي عن شيء بالمستقبل ولكن اتخذت القرار قرار لحظي أو آني وما شابه بهذا الشكل نكون تهينا من درسنا لهذا اليوم إذا عجبك المحتوى لا تنسى الإعجاب والاشتراك وأرسل الفيديو لشخص تحبه أو تحب يتعلم هذه اللغة وشكرا لكم على حسن الاستماع ونراكم بدرسنا آخر إن شاء الله اشتركوا في القناة